السلام عليكم و مرحبا بكم سوف نرى في هذا الفيديو مائدة البطول يعني بوصفتها كدمت نوع فسوف نحضر أول شيء واحد من سيمينات مع عمرين عندي بصلة خطارية مع بصلة بيضة مقطعين الشحمة و الكتا نوضع البصلة في المقلة نضيف عليها زيت زيتون و رشة الملح و نوضع على النار و انا نقابلها بتحرك حتى تشحر مزيان هنا في نفس الوقت سوف نحضر العجين فسوف نأخذ بول نوضع فيه 500 جرام ديال الدقيق يعني مزيج بين الدقيق الابيض و الدقيق الاصفر اللي هو الفينو نضيف رشة ديال الملح و نضيف الخميرة فهنا نضيف غير شوية ديال الخميرة و نجنو العجين ديالنا بالمدافئ ندلكوه مزيان يعني انا اعطيو حقه فدليك باش العجين ديالنا كيجي مورق و خليوه على جنبك يرتاح نرجعو للمقلة ديالنا نضيف الكفتة و نضيف الشحمة و نضغطه على الكفتة بها الطريقة حتى تخلينا مع البصلة و تفتت فهنا لا تخليوش الكفتة حتى تنشف تماما من كي يبدأ يدخل الطياب صافي تحبسو هنا نضيف شوية ديال التوابل للملح البزار الكامون شوية ديال تحميره الهريسة طبعا لحسب تضوق شوية ديال الزاطر و معدنوس و قصبور مقطعين و نخلطوهم ديال و نحتفظ بالحجوة ديالي على جنب هنا نحضر واحد لأسوف تنيجرة كنوضع طريفة ديال الدجاج مع قطع ديال الزبدة و وروا مقطع دوائر بصلا محكوكا زيت زيتون و نضيف شوية ديال الكرفس و نضيف شوية ديال و شوية ديال الخرقوم ديال المقطع القطع و نضيف شوية ديال الخضر و نضيف شوية ديال الخضر و نضيف الماء هنا من الأفضل يضيف الماء يكون غليان تخلطو و تغطي على تنجرة ديالكم حتى يتابلكم الدجاج هنا قدي نحضر الجو ف نحتاج معدنوس سبع نخ يعني قدي نضيف جو اللون الأخضر ليمون أو البرتقال نحتاج أيضا الكرفس ف نضيف شوية ديال الكرفس و نضيف التفاح أخضر سكنج بيرتري و طريفة ديال الحمد الأخضر و النعناع هنا كما قلت لكم عصير أخضر يعني مكوينة كلها أخضر نرجع لعجين ديالنا نأخذه نشكله منه عشر ديال الكوائرات هذه الكوائرات كلها تكون تقريبا بنفس المعقاس أو بنفس الحجم فقط واحد جوج كوائرات اللي غادي يكونوا شوية كبار نأخذه أول كوائرة و نضيف و نضيف حجين نفس الشيء مزيان وكان نرش شوية ديال الزبدة وهنا فكن نرش شوية ديال الحشوة ولكن هي شوية كما كتشوف كنحاول انا نوزعها وكان نوضع المربع الاول اللي حضرت وطوية تكون من اللي تحت باش ما جيناش طوية على طوية نفس الشيء القوائرة الثالثة غنبستها مزيان هدي نرش شوية ديال الزبدة هدي نرش شوية ديال الحشوة ديال البته غنوضع المصيم اللي انا طويت ودائما طوية التحت وكенное لف على nucle غنبير الكوائرة الرابعة نفس الشيء غنبستوها مزيان غن Rudolph شوية ديال الزبدة ولpool قوش وطوية ديال البته والغنوضع المربع اللي حضرت دائما اللفة تحت و Bj 24 وكن وصله الخامسة اللي غادي تكون اللي اكت لكم غادي تكون الحجم ديالها كبير شوية يعني هالكوائرات تكون كبيرة وكان مستهام ديان هنا ما غاديش ندير الحشوة فقط غادي نرش الزبدة انه هذي غيك نجمع بها في الآخر العجين بش ما تخرج لناش الحشوة وكلف كنوضع المربع وكلف على اربعة دائما الطويات كل تحت غادي ندوز و باش نحضروا مسمنات ثانية فغادي نخرج جوجيا المسمنات من هاد هال العجين فهنا هاد المسمنات ثانية غادي تكون في عوح الاضافة اللي هي غادي ننبسط العجين مزيان غادي نوضع الحشوة وغادي نرش شوية ديال الحار يعني بودرة لانه ما هادرش الهريسة على قبل الوليدات غادي نستغل هنا غادي نتغلب الحار فغادي نرش هاد الحار مزيان وغادي نلف غادي نبقى مسته مرة بنفس الطريقة ديال المسمنة اللورة فقط يعني في كل مرة غادي نرش الحار يعني هاد هو الفرق بين هاد المسمنات بجوج ودائما يعني في الاخيرة ديك المسمنة او القويرة الاخيرة اللي كتكون شوية كبيرة فما كنضيفوش فيها الحشوة فقط كنرش الزبدة وغادي نرش الحار وغادي نوضع فيها المربع اللي في الحشوة وغادي اللف وغادي نحاول اني انبسطها مزيان فهنا ضروري تبسطوها مزيان باش ماجيكم بشغلة يضع يعني يحاولو تبسطو الجوانيب وتبسطو من الوسط بهذا الشكل وسافي كناخد واحد زليفة اللي كنوضع فيها بيضا وكنضيف عليها شوية ديال تحميرا او للفلفل الاحمر كندربها مزيان وهي اللي غادي ندهن بها هاد المسمنة ديالي كندهن مزيان هنا الفرن شعلته اولا سخنته على حرارة ميتين داراجة يعني هتكي سخن مزيان سافي كنهبط الميتين داراجة وكندخل الانية ديال فرن فمباشرة يعني ما كنخليوش للمسمنة ديالنا تسنة باش ما كتتخمرش لنا وجيغليضة نفس شيء بنسبة المسمنة تانية ودائما الحار حاضر دونك تفتو شوية في البيت وصافي وكنندهنها تاهية وكندخلها الفرن وغادي ننكملو لاسوف ديالنا لاسوف هنا اضفت لها الخوضر يعني يخزوا اه وكورجات اولا القرعة الخضراء بتاتا اللي محقوقين جوليان اولا الاشكال خويط كان ضيفون وكنخلط كان خليهم شوية كي يطيبو انو ما ياخدوش الوقس بزاف فطير وهنا المسمنة ديالنا بعد ما اخرجوا من الفرن ورا اين جدت واحدة الريحة ما من عودش لكم وهنا لاسوف ديالنا بعد ما الخوضر طابط كانضيف واحدة يعني معيقة ديال مركز طماطين هنا اضف شوية ديال الشوفان اللي ارتبتو في شوية ديال واحد ثلاثة طالة ربع ديال دقيق هنا من الافضل استعملوا الشوفان اللي كيكونوا حبات كاملة انا ما عنديش استعملت هدا يعني مهرمش بحالة مهرمش سافيك نخلي شوية كالطبخ وكنضيف الكريمة السائلة اول القشدة الطارية الخاصة بالطبخ نضيف واحد شوية وكننحرك وكنتسنغي كالطاية الغلية كنتفعلها لصوب طبعا هنا اضفت شوية ديال قزبور معدنوس مقطعين وهالصوب ديالنا واجده بالنسبة للعاصير اللي حضرت معاكم فكندوزو هنا فليكس تحكتور يعني باش كيعطيني غير وجو وكن يعني كيعطيني هكا لوجو مصفي من المكونات الخرى وصافي هنا كنبدأ نحضر الطاويلة ديالي فهنا هاد الكويسات وضعت فيهم شوية ديال فريز مقطع وشوية ديال مارتي وكنضيف عليهم هاد العاصر اللي حضرت كيماشتو كيجي باللون الاخضر ان نستعملنا مكونات كلها خضراء وصافيك تكون المائدة ديالنا على هاد الشكل بالنسبة لهاد الساندويتش فانيضالي حضرتهم يوم لي نيوكات في خوماج وهدو مسي من الجنة اللي كيجيوب هاد الشكل رائعين جدا وصفى رائع شباكية بغرير طبعا بالشعير ولا صوب اللي كتجيه لتشكل كتجي لديدة بزاف واكيد انها صحي